تاسعة توتسويتا يعني تقريباً قد قطر تقريباً قد قطر تقريباً قد قفصة ويلاقيت قفصة في التولز عندما تعيشوا فيها 16 مليون 16 مليون هدهم مش يبقوا 100 عام يتعارقوا ولا أنه سينهوا بعضهم بالعراق ولا بالحرب ولا بالنفي التام ولا أي شيء أبداً جيل وراء جيل تلك هي روح التاريخ هذا اللي نقولك عليه ولذلك هم كلهم سيأتون للطاولة الحقية طاولة التاريخ الحقية هو أن الدولة الموحدة هذه كانت تدوينة أو كانت تعليق وتصريحة لصفي السعيد في قناة التاسعة نذكركم بتدوينة مهاذ برميلي لأثارة جدال يقول فيها هل أن مقدساتهم أقدس من مقدساتنا الكل يعلم أن حربهم معنا هي حرب دينية أساساً فلماذا لا نقايض سلامة المسجد الأقصى بسلامة معابدهم المنتشرة في دولنا العربية والإسلامية على غرار وقام بتسمية مجموعة من المعابد اليهودية مهاذ برميلي يقول أن الحملة اللي صايرة ضدوا اتهاموا بالتطرف والدعوة للإرهاب يقول هي صادرة في طار تصفيت حسابات السياسية وكان أشار إلى أخوف الحزب السوري الحر وراء هذه الحملة باش نعطيكم كل واحد المجال للتعليق على إما على تصريح صافي سعيد أو على تدوينة مهاذ برميلي بشكل برقي تصريح صافي سعيد مهم جدا مخاطره مش جديد هذا تصريح متاع فصائل فلسطيني مش تصريح هذه رؤية فصائل فلسطينية للحل الدائم للقضية الفلسطينية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يسار العربي كان يقترح الدولة العلمانية الواحدة لكن بشروط بشنين الشروط هي عودة اللاجئين بطبيعة الحال حق العودة حقيق حق العودة ثم وهذا أمر أساسي إعادة الأراضي المقتصبة لأصحابها الأصليين ثم مغادرة يعني المستوطنين اللي كانوا مجموعة من العصابات اللي جات من الخارج انتي تعرف رؤى المؤسسين لدولة بين قوسين الكيان المؤسسين متاعهم كلها جايين من الأفاق يعني بولونيين أوروبا شرقية أمريكا إلى خيره بمن فيهم يعني بنجريون اللي هو من أوروبا الشرقية ثم بعد ذلك بيرازي إلى خيره وجاءوا ونشأوا في الكيبوتس وشكلوا الأصابات المعروفة اللي هي أصابة لاجانا وإصابة كده اللي بعد هما اللي كونوا ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي معناها تساحل هذا يسميه وليه في اللخر معناها جيش عصابات فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طرحت مسألة الدولة العلمانية اللي واحدة ثم يهود غادي أوكي ثم يهود غادي ثم ناس تولده ثم ما بشو تعملينهم وهذا الحل أعيد اقتراحه كي يكون شبيا بحل جنوب إفريقيا بمعنى الانتخابات اللي وقعت بين بمشاركة السود والبيض البيض اللي هما جاوا بطبيعة الحال من بريطانيا في فترة معينة وليه أجيال وراء أجيال غادي ففي اللخر الحل اللي اخترته الأمم المتحدة هو أنه نعمل انتخابات يشاركوا فيها السود والبيض نتذكروا معنا كي باش موندلة أصبح هو رئيس بعد 25 اللي قالوا صافي سعيد هو عودة لهذا التصور لكن تقديري هذه الرؤية وهذا التصور الآن لم يعد له مكان بأنه صارت مستجدات جديدة أولا إعلان يهودية الدولة وهذا موقف كان واضح تواصل الاستطاع والتهجير وثالثا وهذا الأخطر هو أنه الآن الكيان الصهيوني أصبح كيانا بوضوع معنا كيان عنصري قائم على المواجهة والقوة تسندوا بصورة غير جراعية فاكلام صافي سعيد برشا نشتفج اتمنوا لا 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 موقف راو فصائل في رصيني أما معمقوا مؤصل أكثر صافي قالوا سريعا لأنه يتصور أن الناس تعرف التصورات هذه فقط بعد لذين بيش نرجع يعني نعطي الكلمة المناء وسعب الكريم في تعليق ربما بأكثر وقت وأكثر استفادة على هذه المواضيع فقط حبيب عجيلة هل أنه يعني القول أو تبني مقولة الدولة الواحدة الفلسطينية ديمقراطية العلمانية هل هذا يلغي جرائم الكيان الصهيوني هل هذا سربما يفسخ جزء من التاريخ الإجرامي للكيان الصهيوني لأنه الاعتراف بوجود دولة إسرائيل بين معاقفين يعني هو تقريبا يعني تبرئة وتبييض لما قام به هذا الكيان طيلة عقود هذا حل قتلك الآن أصبح في رمة التاريخ هذا أولا ثم أنه حتى حل ساعة ساعة تصار بطريقة كاريكاتورية كنا نذكر المرحوم عمر القذافي اللي كان يتكلم على السراطين السراطين بمعنى المقترح الجديد هذا كم تعالحل أنه فلسطينيين وإسرائيلين يعيشوا غادي مع بعضهم إذن هاتنا عملوا انتخابات ونشوفوية أوكي لكن أنت مش ترجع أنت مستعد ترجع معناه ما لا يقل على خمسة أو ست مليون يعني فلسطيني مهجرين تعرفش معناها هكي يرجعوا خمسة ملايين ستة ملايين يعني بحق العودة يضافوا إليهم تقريبا في حدود معناها الخمسة أو الستة ملايين معناها اللي موجودين غادي يضاف إليهم اللي في المهاجر بالتالي سيكون هناك الإسرائيليين الأصليين معناها تقريبا مش تكونوا مقلية في حدود الأربعة ملايين ثم تصورات تحكي على التذويب البيولوجي لإسرائيل والي هو المستقبل القادم هو هو ثم ناس تحكي أن إسرائيل ستظم حل بيولوجيا بمعنى أنه الفلسطينيين نسبة الولادات عندهم كبيرة وكبيرة جدا ونسبة الولادات عند الإسرائيليين بطبيعة الحال محدودة ولكن إسرائيل شو قاعدة تعتمد لأن تعتمد في ما يسمى بالتهجير وده يجعل عركة متاع الشيخ جراح مرحي الشيخ جراح دون سو صنص أن إسرائيل مهددة في كيانها بيولوجيا وضح أذين صالة المغرب ثم نعود لمواصلة النقاش حول تصريح صفي سعيد وتدوينة مهذا برميلي الليل يتكلم على ديونة فان على ديونة فان استهار مع كلام الليل كلمنا وفرق خلبك وشاركنا غرامك مع أبو البابا بن صالح كفي كلام الليل من الاثنين للأربعة متسع للحديث ومتعال متسع للحديث ومتعال على ديونة فان على ديونة فان مع بعضنا الدنيا تحلى آذان المغرب بمدينة الصفاقص وما جا ورها على ديونة فان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته اشتركوا في القناة على تصريح الصفي سعيد حول دولة موحدة تجمع الفلسطينيين والكيانة الصهيوني وتدوينة مهاذ برميلة التي أثرت كثير من الجدال التي دعا فيها إلى مقايضة سلامة المسجد الأقصى بسلامة المعابدة اليهودية المنتشرة في مختلف دول العالم مونا التعليق حر على التصريح وعلى تدوينها بالنسبة للتصريح برشا ناسي تقول أنها ضد التطبيع لكن فما حاجة اسمها تطبيع فكري وفما حاجة اسمها تطبيع على الميدان وتطبيع اقتصادي وتطبيع سياسي وما إلي ذلك الحل متاع الدولة الواحدة هو تطبيع على كيف المستويات في كل شيء وأخطر أنواع التطبيع هو أني أنا نخفي هويتي ونخفي ثقافتي وبيتعلت الدولة العلمانية الدولة العلمانية نجم تصير كدولة فلسطينية وحدها بالنسبة لي أنا إذا هي الدولة العلمانية هي الحل بش نفس الوسراع في ظاهيره هو سراع ديني أنا من الناسي ما يأمنوش له وسراع ديني على كل حال يا خيبة المسعى سفير فلسطين عنده كلمة مزينا يقولها في تونس هنا ديما نحب نستجهن به يقول إما أن نختفي أو نصنع المعجزات النظري أنا حل الدولة الوحدة هو حل الاختفاء هو حل التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية لاجئين القضية الفلسطينية ليست قضية لاجئين بل هي قضية حق أنا إنسان يسرقني في داري ويهجرني ويستعمل ضدي جميع الجرائم يتخيلوها في ذهنكم ضد الإنسانية وتعاونوا الشرعية ما بين الضفرين الدولية اللي هي في أتعس حالاتها في الحق الفلسطيني بيش يستمروا في هذا التهجير بعضهم قلوا أيا نتسامحوا إيجا نعملوا دولة واحدة ومسالش علمانية ونحاولوا بعد حل الانتخابات ساعات حق يراد به باطل ويظهر لي أنا التاريخية الفلسطينية تستحق منها أكثر من التوجه هذية وأنا بالعكس الحمد لله كما قال الحبيب أنها أصبحت الطرح هذية أصبح من التاريخ وحتى كانت تطرح في فترة تأزمت فيها بصيفة كبيرة برشا وضعية الأراضي الفلسطينية والأراضي الفلسطينية تم التخلي عليها من برشا ناس كانوا الفلسطينيين يعتبروهم أصديقها ولا كانوا يعتبروهم حولة فيه اليوم بعد الثمانية ولا تسع يام اللي يتعديوا يظهر لي الحل هذية ما يزموش يطرح على الطاولة ما عاش يزبنا نرجعوا نحكيوا فيه بصراحة نعتبروا خيانة الشهداء نعتبروا الخيانة نطعمة سار سار في المقابل يقول لك موناء مزيد من العدوان على فلسطين وعلى غزة مزيد من الشهداء مزيد من الدمار مزيد من الصراع غير المتكافأ بين كيان مدعوم من كل القوى الدولية تقريبا وشعب عز المحاصر يقول لك شوه البديل بديل أنه تواصل مثل هذا الظلم مزيد من المقاومة هنا ما نرهيش مزيد من القتل بالعكس نره مزيد من المقاومة مزيد من حماية الهوية الفلسطينية مزيد من حماية التاريخية الفلسطينية هذي حق قلناها قامس جملة تجاراندي التاريخ معناها الاحتلال يبقى احتلالا والحق يبقى حقا مهما تعالى الزمن منيش مع الحل السهل برشا هذي أنا حتى ولو في وقت ما كاني نجمي يكون مطروح منعرفش علاش اعتبرته في ذاتي في نفسي كيسمعته شكل من اشكال التطبيع صراحة بالنسبة في كليمة في نفسي شوف انا مع مونالي قالتو فعلا ايه خاطر تم حاجات تصبح كاديوك معاش عنها مكانة مرضوية وثم كل المؤشرات الان تؤكد ان دولة اسرائيل ستضمحل ستضمحل تعرف شوها نعطيك زوز معطيات مهمين ومهمين جدا اللي منتفظين اليوم في حيفا وفي اللد وفي المدن وعكا والمدن الفلسطينية المحتلة اللي عايشين فيها ما يسمى عرب اسرائيل لا هم يقول لك ما تقولوا لناش عرب اسرائيل احنا عرب فلسطين 48 اعتمدت اسرائيل معناها ما يسمى بالأسرة تعرف غرقتهم في المخدرات غرقتهم في الأسلحة والأحياء امتاعهم تقريبا قاعدة كيما نقولوا احنا دولة ملكات كيما المتاع اللي موجودين في اوروبا وفي باريس وكذا ومع ذلك الان نراهم هم الذين يقودون الانتفاض اسرائيل هنا اصيبت بالبارح المحللين اصيبوا بالرعب هذا جيل كنا نتصور اننا ادمجناه وقضينا عليه يعود الان ويقول هذه ارضي وانتم الدخلاء هذا معطى مهم ومهم جدا يعني حتى حل الدولتين نفسه اللي هو حل الشرعية الدولية دوكا 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 معادش مطروح تقريبا في هذه الدخلاء لان يبدو ان هذا الكيان ما عنده حتى مقومات وجودية في هذه المنطقة هو غريب عنها يعني بكل المقاييس وبكل المعايير وبالتالي الحديث اليوم حتى على حل الدولتين مش الدولة الوحدة واسرائيل ونعمل انتخابات مع بعضنا وش نسميوها وكي بش نسميوها هذا الكلو معاش مطروح اصلا هذه ارض لا يمكن ان تكون فيها هويتان ولا يمكن ان تكون فيها دولتان ولا يمكن ان يكون فيها في اخر الامر الا شعبها الاصلي وهو الشعب القرصين تعليق منع على تدوينة هذب الرميلي في كليمة صغيرة انا عش انتي احمد ساعة شوية قلت تصفية حسابات سياسية هو اذكر هذا في صفحة انه عنده موقف سابق هو من عبيل موسي ومن دستوري الحر با هنا ما عنديش تصفية حسابات سياسية مع هذب الرميلي اسم هذب رميلي فنان هو نجم الدرامة التونسية في رمضان هذا شوف فنان والفن راه رسالة ومسؤولية قبل ما يكون حتى حاجة اخرى قبل ما يكون شهرة قبل ما انا يكون كنت التدوينة نعمل من عرش قديش من كعجيم وقديش من بارتاج يدولي اكثر من عرش 800 وقتلين ادخل تريد التدوينة معناها حاجة معناها شوف الفن رسالة ومسؤولية وعندك ناس يسمعوك وعندك ناس يعتقدو فيك شو نقول انا قال سؤال سؤال هو فيه جانب صحيح قال هل انا مقدساتهم هكا اقدس من مقدساتنا ليه احنا مقدساتنا راه مقدسات الانسانية جمعاء لكن الديانة الاسلامية عندها حاجة اكبر وحاجة اعمق منها شنية الديانة الاسلامية تقول لك حتى كيتمشي في عهد الغزوات وفي عهد الحروب يقول لك حتى كيتمشي للمكان معين انت في الغزوات في الفتوحات فم حاجات مقدسة ما تنسهاش يقول لك الشجرة ما تقطحهاش انا اللي فهمتو من التدوينة قلقني برشة صراحة خاصة انه يصدر على فناك وهذا يبرر منال هاجمة اللي قادة صار على ماذا برميلي علش منا لانه نجي مكون ماذا برميلي عملش هذا اونكسيدوزيل معنات هذما افرات في الحماسة للقضية يعني هذا يبرر ربما الشكل الهجمة الشعواء اللي قادة صار على ماذا برميلي شوف هو ما هو الشهرة والفن سلاح ذو حدين يمكن لو كان قالها انسان الناس ما تعرفوش برشة معنات تعديها انت في الفيلدكتوليتي متاع فيسبوك كأنها لم تكن الشهرة سلاح ذو حدين يمكن نواجهها سيم هذا برميلي هدية لكن ديانة متاعنا شوف كي نبدأ نتعامل مع شخص ارهابي لازم نرد بالي لنظهر للناس انني اكثر ارهابية كيما اللي يقول لك لا توجادل الاحمق فقد يخطئ الناس في التمييز بينهما راهوا نفس الوضعية هذي اللي مارس فيه الاحتلال السهيوني راهوا ديما نعودها هو اشنع انواع الارهاب اتعس انواع الارهاب وهو ارهاب مغلف بشرعية دولية ساقطة ما عادش عندها حتى اليوم هما بيدهم مفجوعين كيما قال السياح حبيب كنت تشوف التصريحات بتاحهم في الوقت المتحدة الامريكية وفي المجلس الامن وفي اللي تحبنتي تشوف الهزة اللي صايرت طولهم تشوف اللي الانسان اليوم وقت اللي ما يكونوش عنده مبادئ في حقوق الانسان وفي كلمة الحق كيفاش يظهر مهزوز حتى وهو يعتبر نفسه معناها منتصر بسورتين دينا متاعنا بعيدة على هذا برشا ويجبو ان نحيدها هي ديناتنا على التصرفات وقوالي انا سمحني احمد سمعت الفيديو التوضيحي متاعه حسيت سيم هذا برميلي معناها يمكن الحماسة خليت كي ما سيصافي سعيد يمكن الحماسة خليته يرجع للطرح يذكره هلي يمت هذو ما احنا في حالات انفعالية معناها والوضع الفلسطيني خلينا ندخل في حالات انفعالية يمكن ساعات بجانب شوية العقل ومنطق العقل ان شاء الله يكون هذي هو وبحق لنا مقصد شكيك قصد الضغط على الكيان الصهيوني لكن كي نبدأ فنان وكي نبدأ عندي رسالة يزي من نكون وعي بماذا اكتب ساعات الكريم نبدأ معاكم منين معناتا ختمة مونا اليوم هذة برميلة كي ما قلت وربما افراد في التعاطف مع القضية وتبني القضية لكن هذي كانت فرصة ربما هو يجب استغلال فوسيزير على الماما معناتا باش اليوم نفهموا الناس انو مش لتنا مش مع الدين اليهودية مش مع اليهود يعني كجزء من الإنسانية ومن البشرية ومع اليهودية كريسة السماوية بل مع يعني استعمال اليهودية لبناء نظام سياسي اللي هو الصهيونية العالمية وهذا هو مشكلنا الاساسي يعني اليوم يجب التمييز في أذهان الناس بين شيئين بين اليهودية كديين واليهود كأصدقاء وكجزء من البشرية وبين الصهيين والصهيونية فتنا بش عمل كيف بشنا عمل ربط مع اللي قالت مونا في مقارنتها بين الفنان وبين صافي سعيد لما جرى المقارنة بصافي سعيد ديما في عالي وسأعود بصافي سعيد حان الوقت أن نقدي موقف صغير منهم بيقول توضع أنا بالنسبة لي أنا فكرة رئيسية اللي إنساني ولي شخصية عامة رهون لكن ما بحسابه أنا في تقديري خاص اللي عمله هالفنان المهذب هو إنسان الساعة التعبير يقول راحنا بالمثال الدرج جاي يقول صحة قال صديق بمعناها زيد نطور العملية ونعطلوها أكثر من بعدها أما كفنان من واجبه باعتبار أنه ولا شخصي عام حاز على لقب أفضل مسلسل في البرامج الرمضانية معناها السنائدية إذن معناها إنسان عنده وزنه الفني هيكا وين تتعظم المسؤولية متاعه ويعرف شي يقول حسنا نرجع صافي سعيد صافي سعيد فلصة بش نقول أنا من شخصيات اللي نتقلق برشا كنشوفهم عنده بسم الله ومشاء الله على هيك الأنا المضخم هيك بالحق منها يزو يعمل ضرب جوع على الأنا المضخم متاعه هذك لأشهر إذا كان مكنش لسنوات لأنه حسبيه أنه هو المركز في قلة متاع الحقيقة في العالم كل في كل المواضيع أن هذا يقلق على الأقل ذكر الحكم أنه الأمور التي تعريفها تعادل في حجمها حفنة رمل التي في يدك أما الأمور التي لا تعريفها تعادل في حجمها حجم الكون آتي الآن المقترح هنا عندي تساؤلات هل رأيتم مغتصبا يرضى بأخذ نصف الغنيمة وهل رأيتم مغتصبا يرضى بالتفريط في أصبع من يده نسبة لأن الحل طبعي ما عادش عنده حتى مكان على الواقع اللي تعيش فيه ما نهم المنطقة هذه وبالنسبة لي أنا مستحيل هكذا في تقديري المتوار بعد عين مستحيل خاصة من جانب المقاومة الفلسطينية أن تضى بحلول اللي تعتبرها حلول تكاد تكون طبائية بعيدة عن الواقع تو معقول أنت تجي معناة تفكلي داري وبعض تقولي أين قسموها ما لم العقل البشر ما يقبلش ما ظالم من نوع هذا وبالتالي أنا ما أحبيب في أنه دينيا ولا إنسانيا دينيا تم إقرار بأن الدولة هذه ستنتهي في يوم الأيام إنسانيا لكل شيء أو فكريا لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرض بطيب العيش إنسان وهي الأمور كما شاهدتها دول من صره زمن ساءته أزمان بسرعة بسرعة بش نعدل فقط مع سعاب الكريم في حكاية الصافي سعيد أنا نعتبر الصافي ما قالش حاجة كيما نقول احنا مش جديدة يعني ما قالش حاجة منكرة سمحني بينظفني أنا علقت على كل ما يقول صافي هني بش نرجع لك حتى على كل ما يقول صافي ما قالش حاجة منكرة هذي فكرة كما قلت لك مطروحة وطوريحت من الداخل فلسطيني طوريحت حتى مسألت الحل على غرار جنوب أفريقيا كما عملوا في جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا البيض اغتصبوا أراضي وحطوهم في الحبس ومونديلا خرج بعد 25 عام الحبس وقال لما أنا لن أقتل معناها من ودخل وأنا معاك في أنه هذا حل أصبح الآن لا لا مجال بالنسبة للصافي مزاجه حطوه على شيرة مزاجه وعيناده وهذا إنسان يعتز بفكرته معناها والصافي سعيد أنا وقدر وقتلين شوفوا المشهد الألمي الحالي رجل يملك قدرة على أن يعرف بصراحة معناها راجل يكتب ويقرأ وكذا مش حكاية نقاش على صافي أما إنصافا له مدام مش بدناه يلزم واحد يقول السلب واحد يقول الإجاب أنا نعتبر صافي سعيد من القلائل من القلائل اللي يحللوا سياسيا من قلائل الكتاب الصحفيين اللي يحلل سياسيا ويحلل استراتيجيا اليوم اليوم رأى المشهد الإعلامي والكتاب وكذا صبعين وتلحقتين صافي سعيد معناها قدامهم يعتبر كتسمعه وتلقمة تحكي معاه وتلقمة نقش معاه قلت من القلائل من القلائل هنا ثمانية سخرين موجودين بلضبطين هو يعتبر الآخرين في جميع في جرح حياراتي ونشي كي يقعد مع واحد عنده قيمة كي يقعد مع واحد عنده قيمة الصافي تلاحظ أنه يحترمه